وعقب الصلاة استقبل سمو الشيخ منصور بن زايدال نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايدال نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المباركة واستقبل سموهما بقصر المشرف في أبو ظبي كل من الشيخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشدال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي كما استقبل سموهما عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين إضافة إلى الدبلوماسيين والضيوف والمواطنين المهنئين بهذه المناسبة المباركة